السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمام البنز في فيديو جديد اليوم سنعتمد على علم الفراسة لقراءة ملامح أربع مرشحين لانتخابات الرئاسية في تونس لماذا علم الفراسة؟ لأن علم الفراسة هو يعتمد على دراسة الظاهر لفهم الباطن وعلم الفراسة هي كلمة عربية معناها علم الاستدلال على أخلاق الناس الباطنة من النظر لأحوالهم الظاهرة كشكل الوجه ومرفولوجية الجسد وملامح الوجه نسميه هذا بالفرنسية البسيكومخفولوجية يعني من دراسة خطوط الوجه نقدر أن نعرف أسرار الباطن وأسرار البسيكولوجيا واليوم سندرس أربع مرشحين لانتخابات الرئاسية هو نبيل القروي، عبد الكريم نزبيدي، عبد الفتاح مورو، وقيس سعيدة اعتمدت على هذه الدراسة على كتابين علم الفراسة لفخر دين الرازي وعلم الفراسة لجورجي زيتان واعتمدت أيضا على دراسة الشخصية لهذا العلم علم الفراسة وعلم غفو بسيكولوجي عن طريق دراسات فرنسية وهذه الدراسة بالنسبة لي نافعة جدا ويعني تخيزوا تيلة لأنها تساعدنا في فهم الناس وفي فهم حتى الناس اللي يكونوا أقرب لنا نبدأ بالمرشحة الأول نبيل القروي نبيل القروي نشوفه عنده وجهه عريضة واسع يعني وجهه نسميه في علم الفراسة الوجه الحديدي الوجه المربع أو الحديدي يعني وجه يعبر على أنه يتمتع بشخصية قوية وهو قياد في عمله لديه الإصرار في الأصول إلى غايته وهو محب للنظام يعني يحب النظام يحب الإدارة ولكنه سريع لإنفعال يعني يتنرفز في أقل حاجة وهو يعني شخصية متناقضة شخصية تجمع بين الشدة واللينا في نفس الوقت وأيضاً هو شخصية محبوبة ويملك عدة أصدقاء نشوفه الأكثرية أيضاً إذا رأينا الأنف نشوف المناخير عريضة يعني تاخذ مكان في الوجه متاعه وأصحاب المناخير العريضة هما يعني يتمتعون بقوة الشخصية ويتمتعون بالسلطة هو يعبر الإنسان أنيق وإنسان ديبلوماسي في حياته وثم إذا رأينا الأذنين الأذنين نحاولوا باش نشوفوا يعني الأذنين بالنسبة للأنف متاعه يعني الأذن جاء عالية عالية بالنسبة للأذن نجم نقولوا تسمى يعني أذن عالية الأذن هذه يعني بشكلها وبمكانها والجبهة التي تتسع إلى الأعلى يعني تعبر أيضاً على هنا إنسان يعني يصبر يعني إنسان يركز وإنسان محب للتخطيط وللمشاريع يعني كما نشوفوا عنده وجه عريض وجه عريض مربع موجه حديدي وهذا يعني الوجه يعبر عن ثقة بالنفس يعني المناخير عريضة أيضاً يعني هو يعتمد على نفسه ولا يعول على الآخرين والأكثرية في حياته كان إنسان قيادي في حياته الشخصية وفي حياته المهنية ويمكن أن يستشير المقربين له ولكنه في الأخيرة في الآخر لا ينفذ إلا ما قرره شخصياً يعني هو إنسان يحب يمرر أراءه على الآخرين ويحب السيطرة ويقدر ينزلق إلى الدكتاتورية إذا كان يعني يحب يكون مستبداً الآن سندرس الأذن يعني الأذن بالنسبة للأنف نشوف الأذن يعني عالية بالنسبة للأنف يعني مهاش في وسط الأنف يعني هي أعلى يعني في نفس موازل الأنف ما هي تسمى أذن يعني في مكان عالي هذه الأذن يعني تقول بأنه يعني إنسان عملي جداً يعني إنسان ذو ماقيس عملية ويستطيع أن يعمل حتى تحت الضغط وفي زمن قصير يعني إنسان يحب العمل ولكنه لا يتقن عمله يعني أنفذ يحب يعمل في أقرب وقت ينهي عمله في أقرب وقت ولكنه لا يتريث إلا إذا هذا العمل كان مطقون أو لا لأنه كما قلت الأذن المرتفعة هو إنسان ذو ماقيس عملية وإذا شفنا إنسان الأذن يعني يعني نازلة الأذن يعني هابطة بالنسبة للأنف راه إنسان مثالي العينين العينين يعني العين بتاعه مهاش ضيقة يعني عينين واسعتين والعين الواسعة تعبر عن العواطف وتعبر عن الإحساس وتحب تعبر بكل حرية وبدون كبتة وفي عينيه نشوفه ثقة في نفسه يعني إنسان عنده ثقة في نفسه أمام الطرف الآخر وهو يعني نشوفه لهو يحس بنفسه لهو ذكي جدا وأيضا هذا البريق اللي يخرج من عينيه يعبر عن الحماس ويعبر عن عن معاملاته الاجتماعية السهلة وهو يعني هو هذا البريق لخارج من عينيه يعني يعبر عن الحماس والأكثرية يعبر عن الجاذبية يعني هو إنسان عنده جاذبية بالنسبة للطرف الآخر ونشوفه العينين ذات الزيلين المرتفعتين يعني العينين مهنش هابتين يعني عينين ماشيين في الارتفاع يعني العينين ذات الزيلين المرتفعين عند الأطراف يعني تعبر على أنه شخص مفتخر بنفسه وأن شخص يعني يحب المغامرة إذا شفنا الشفتين يعني نشوف الشفتين غير مملئتين يعني الشفة متاعه غير ممتلئة بالخاصة الشفة المرتفعة لماذا؟ لأنه حسوبيه لهو إنسان إنسان ليس ببليغ ليس له فن الخطابة يعني هو إنسان نجم يكون عنده يعني يحب الانغلاق ويحب العزلة يعني شفتين غير ممتلئتين تعبر على أنه ليس بليغ لا يحب الخطاب الطويل ولا يحب الأطناب يعني هو يقول الأشياء الجمل الرئيسية ولا يعني ولا يعمق في التحليل وفي الأطناب وإذا شفنا الشعر هو شعر يعني رطب شعر يعني يعني مهوش مصبوغ بالأزود يعني هو يعني يعني هو راضي بالشيب راضي بالعمر راضي يعني بالاذيا ياسع وهذا يعني يظهر من شخصيته يعني من شخصيته اللي هو إنه صادق في مظهره يعني الإنسان لا يخاف من المستقبل ولا يخاف من العجز ولا يخاف من الكبر السنة ونرى أيضا الأذنين اللي أذن بتاعه بمعنى هي موازية للرأس لا صقف الرأس ليست بأذن خارجة على الرأس والأذن هذه يعني تمثل اللي هو إنسان يعني أنيق وإنسان يحب النظام وإنسان يعني منتظم في أفكاره وإنسان يحب الأناقة والآن نتحول إلى تحليل وجه عبد الكريم السبيدي كما شفتوا عنده وجه يعني عريضة في الوسط بالخاص في الوجنتين وإذياق في الضقن يعني عنده الضقن صغير وأقل عرض وضيق بالنسبة للوجنتين وبالنسبة للجبهة يعني يعني صاحب هذا الوجه بصفة عامة لأني لا أتكلم عن الشخص عبد الكريم السبيدي وأتكلم بطريقة عامة يعني صاحب هذا الوجه وكثيرا من يعني هو صاحب هذا الوجه يكون ديما جاد في حياته يعني وصلب يعني 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 قاسي على نفسه وقاسي على على عائلته وعلى الناس التي تخدم معه والأكثرية هذا الانسان ذو الوجه البيضاوي يعني يواجه الفشل يعني كثيرا من في الأوقات الانسان اللي عنده وجه عريب في الوسط وضقن ضيق إنسان كما قلت لكم جاد وصلب والأكثرية يواجه الفشل وعنده صعوبات في التعامل الاجتماعي يعني أصحابه مهمش برشة يعني أصدقاؤه معدودين وعنده صعوبات في المعاملة الاجتماعية وليس له شعبية يعني ما عندهش حتى شعبية وهو إنسان يعني يحب العزلة ويحب الوحدة وإنسان خدام ياسر يعني اما كما قلت لكم إنسان ما عندهش يعني ما عندهش جاذبية بالنسبة للناس والعلماء والعلماء يسمونه أصحاب هذا الوجه البيضاوي بأنهم صنعوا أنفسهم يعني هما ناس يعني جاءوا من طبقة يعني من طبقة يعني جاءوا من طبقة ضعيفة من حالة ضعيفة وصلوا عنفسهم بالعمل والاجتهادة لآن شوفوا يعني العينين عينيه يعني ضيقين عينيه يعني ما عندهش عين واسع عينه يعني ضيقة وفي كثير من الأحيان العين الضيقة هي عين يعني ناس عندهم برشة شك يعني يشكوا في يشكوا في الناس يشكوا في كل أقربهم يشكوا حتى في رواحهم يعني هو نقص ثقة في النفس ونشوفوا يعني الغزرة متاعه مهاش براقة يعني الغزرة متاعه فيها يعني فيها برشة ألم وبرشة مرارة يعني هو إنسان يعني عاطفي ولكنه لا يعبر عن مشاعيره بالكلام وباللغة يعني هو إنسان يعني إنسان يكمن إنسان يعني يخلي مشاعره لنفسه وما يعبرش عليهم مثل ما نشوف لهو إنسان يعني جاد على الأخر يعني صلب يعني قاسي على نفسه وقاسي على الآخرين وكما تقول لكم عنده أقل جاذبية من المرشح الأول نشوف الجبهة جبهة قصيرة مياه الجبهة عالية الجبهة القصيرة هو يعني هو إنسان عملي ولا يحب النظريات ولا يحب المجادلة يعني هو إنسان يعني عملي جدا وعنده أفكار يعني أفكار ثابتة ولا يحب المجادلة يعني يعني ما يحبش النقاش نشوف يعني الشفيف الشفيف يعني شفيف هو غير ممتلأ يعني هو إنسان يعني لا يحب النقاش إنسان لا يحب الخطاب ولا ولا يجيد فن الخطابة فن الخطابة والاكثير يعني شفيف الغير ممتلأ يعني الشفيف الرقيقة تعبر على يعني على حب للعزلة وحبه يعني بلاسوليتيودة وأكثرية أيضا إنسان يعني ما عندوش باشا صبر يعني لا يصبر على الأخطاء وإنسان أيضا كما قلت لكم يعني ينقص ثقة في نفسه والأكثر يعني في أكثر الأوقات يعني يستشير باش ياخو قرار كما تشوفوا المناخير متاعه مناخير يعني مهاش عريضة يعني مناخير مشتا إنسان حديدي يعني مناخير منغلقة شوية وهذه المناخير يعني تعابر الإنسان يعني منغلق على نفسه وإنسان يعني يعيش مع نفسه المراشح الثالث هو عبد الفتاح مورو سنحلل يعني ملامح الوجه متاعه العبد الفتاح مورو كما تشوفوا وجه عريض يعني عنده وجه عريضة هو وجه يعني فكيه فكيه عريضتين يعني الفكين العريضتين ذوما يعني موازين موازين يعني اللي جبهة متاعه يعني عنده وجه عريض مربعه يعني مثل مراشح الأول يعني عنده وجه حديدي وعنده شخصية قوية قوية جدا هذا الوجه المربع أو الحديدي يعني يعني يعبر عن شخصية يعني قوية قيادية في عمله لديه الإصرار في الأصول إلى غايته ومحب للنظام سريعا انفعال يجمع بين الشدة واللين بنفس الوقت هو محبوب جدا من طرف الناس وصديق عنده برشة صديقات يعني يحب الناس وعنده كثير من الأصدقاء هو صلب في قراراته ويقنع الآخرين بوجهة نظره لأنه يملك القوة والحجة والإقناع والأكثرية هو يبتسم طويلا يعني هذه الابتسامة تكون لها تأثير للآخرين يعني هو نقيض الإنسان الجدي مثل ما شفناه في المرشح السابق المرشح الثاني وهو يعني إنسان يعني يعبر عن ثقة كبيرة بنفسه نشوف الجبهة الجبهة متاعو يعني جبهة يعني طويلة جبهة يعني عريضة وهذه الجبهة يعني يعني تعبر على إنسان يعني عنده خيال وعنده إبداع وإنسان عقلاني جدا وإنسان يحب النظريات ويحب الأفكار ويحب يعني يهتم بالأفكار والمشاريع والجبهة التي تتسعي للأعلى هي يعني تعبر على الصبر والتركيز وطول البال وهناك بروزات C هناك بروزات في آخر الحاجب هناك يعني بروز عظم في آخر الحاجب هناك بروز آثاني في آخر الحاجب وهذا البروز يعني يعبر على إنسان عنده خيال كبيرة وثقة بالنفس وهو عنده مواهب في توليد الأفكار ويعني إنسان كرياتيف يعني إنسان خلوق أيضا عنده يعني هناك الأخدود يعني هناك أخدود بجانب الجبهة يعني عند نهاية الحاجب يعني فيما البقعة هذه يعني تطبق شوية بالنسبة للجبينة دونك الأخدود هذاك يعني هو بصراحة يفكر يعني يعبر على إنسان أنيق وديبلوماسي يعني إنسان يعطي أهمية جدا للأناقة لأناقة اللباس دونك نشوف الأذن بالنسبة للأنف دونك نشوف الأذن الأذن بتاعه يعني تحت الأنف يعني أذن يعني غير مرتفعة دونك أذن منخفضة بالنسبة يعني بالنسبة للأنف وهذه الأذن المنخفضة يعني تمثل تمثل إنسان ذو مقاييس مثالية يعني إنسان يحب العمل بإتقان يعني هو يعني نجم نقوله يعني يعمل بصبر وبطيء في العمل متاعه ولكن العمل متاعه يعني متقن يعني يعمل على إتقان العمل ولو في زمن طويل يعني يعمل بصبر ويجمع المعلومات لتجنب الأخطاء وإنسان يعني يحب يعني العمل متاعه يكون موافق لقيامه ولمثله وإذا يعني إذا لم ينجح في العمل متاعه في إتقان العمل متاعه يصاب بالأحباط ويصاب يعني بأزمة نفسانية ونشوف أيضا لهو يعني عنده لنا لحمة شحمة الأذن وشحمة الأذن هذه يعني تناسب كل القياديين يعني الذين يعملون في ميدان التنمية التنمية البشرية والتنمية الذاتية والتنمية الاقتصادية ونشوف الأنف متاعه ومناخيره يعني مناخيره واسعين ويأخذوا يعني مكان كبير في الوجهة متاعه وهذا المناخير الواسعين هما أيضا يعبروا الإنسان اللي هو عنده شخصية قوية ويحب السلطة نشوف أيضا الأذنين عنده يعني الأذن متاعه مهاش يعني موازل الرأس يعني أذن خارجة شوية على الرأس وهي أذن يعني دائرية وقوقعية وهذا الأذن الدائرية القوقعية يعني نلقواها في أكثر الأوقات عند المغنيين وعند الناس المحتصين في الموسيقى يعني هو أذن عنده أذن موسيقية يعني هو حساس ويعني يعني يفهم في الموسيقى ويقدر أن يغني بطريقة يعني غير خاطئة بطريقة يعني يعني نشوف الشفتين الشفتين هما ممتلئتين والشفتين الممتلئتين هو يعني يعبر الإنسان يدقن الخطابة ويدخن الكلام وإنسان يعني عنده تسهيلات في الخطابة وفي المعاملات مع الناس وفي المعاملات الأكثرية عنده يعني الموهبة الحجة وموهبة يعني يقدر أن يقنع يعني عنده الحجة والإقناع يعني هذه الشفتين الممتلئتين يعني تعبر الإنسان اللي هو يعني يوجيد الحجة ويقدر على إقناع الناس ونتحول الآن إلى سيد قيسس عيد دون نشوف الوجه بتاعه اللي هو ميشبهش لوجه الأخرى يعني وجه الوجه بتاعه مهوش حديدي مهوش مربع يعني نجم نشوفه ونجم نقوله ونحاولوا باش نشوفوا الفورما بتاع الوجه بتاعه أنا أخدمك وجه يعني جاي يعني ضيق ويذيقم يعني يذيقم اللوطة بالكسب الأكثر النجم يقوله اللي هو عنده وجه مثلث وجه نسميوه الوجه الجبلي نحاول باش نشوفوا هذا الوجه يعني هو وجه يبدأ بدعريض من فوق في شكل مثلث مثلث يعني هو الوجه عنده وجه الجبلي نسميوه الوجه الجبلي الوجه المثلثة والجبلي يعني هو يعني يعبر عن إنسان عقليني جدا ويعمل بذهنه أكثر من قلبه وإنسان ناقد يعني يحب النقد وإنسان يعني قاسي على نفسه يحاسب نفسه على الأخطاء بكثرة وهو ذو حماسة للعمل يعني إنسان يعني يحب العمل ويحب يحب العقل يعني إنسان عقلاني جدا ونشوف يعني العينين عنده العينين بتاعه يعني منحدرتين إلى الأسفل يعني شفت أكثر الناس اللي عينيهم منحدرتين إلى الأسفل هما ناس يعني عندهم طيبة القلب والكرم والوفاء يعني ناس تري تري جنتي ناس معناه طيبين على الأخر ولكنهم ناس لا يتمتعون بالحظ هما ناس لا يتمتعون بالحظ وناس يعني عندهم أقل جاذبية من الناس اللي عندهم الوجه الحديدي المربع نشوف الجبهة متاعه يعني نشوف الجبهة متاعه يعني هي جبهة نشوف الجبهة جبهة مائلة للخلف يعني الجبهة ذي تكمل حتى هنا إذن جبهة مائلة للخلف وهذه الجبهة يعني تحبر عن تفكير موضوعي وعقلاني وإنسان يتمتع بذاكرة قوية وهو شخص يعني النجم نعتمد عليه في الأزمات وشخص يفكر بسرعة وإنسان يعني تفكيره وعنده عمق التفكير وعمق التحليل وإنسان يعني عنده ذاكرة قوية جدا نشوف الآن الأذن نشوف الأذن بتاعه بالنسبة للأنف نشوف الآن الأذن بتاعه يعني هو إنسان دو مقاييس عملية يعني إنسان عملي جدا ويعني إنسان كي تخي بوسور نشوف الآن الأذن بتاعه الأذن بتاعه يعني موازية للرأس يعني مهاش ديكولي برشا والأذن الموازية يعني ملامسة للرأس هي أذن يعني هو يعبر على إنسان غير انتفاعي ولا يهتم بالكسب والإدخار يعني إنسان يعمل يعني باش يعيش أما إنسان مش الإنسان اللي يعمل باش يعني يعمل أرباح مش الإنسان اللي يعمل لتحصيل الأرباح عنده ثقة بنفسه هو إنسان يعني عنده ثقة بنفسه أما أقل ثقة من الإنسان الحديدي لماذا؟ لأن الثقة عنده هي ثقة مكتسبة وليس ثقة فطرية الثقة عند الإنسان اللي عنده وجه حديدي مربع ثقة فطرية مثل ما شفناه في المرشح الأول والمرشح الثالث ولكن الإنسان الجبلي الوجه الجبلي عنده ثقة في نفسه أما هي ثقة مكتسبة بالتجربة ومكتسبة بالحياة وأخيراً إن شاء الله نفعتكم بهالفيديو هذا وعرفتوا شو معناها يعني علم الفراسة وكيفاش يعني ما هي المقيس التي نستعملها لدرس ملامح الوجه ومثل ما شفتم ملامح الوجه تعبر عن الشخصية الإنسان وتعبر عن البطن الإنسان وإن شاء الله أعجبكم الفيديو متنساوش لايكي اشتركوا في قناتي في يوتيوب وصفحة في فيسبوك وتنساوش برطاجيو لأن المعلومة يجب أن تصل لكل الناس بسلامة معاكم معاكم مام البنسة من فرنسا